كلا أخوي عبد الله رحب فيك وأنا اسعاد حقيقة وجودك وجود أخوي محمد بقريص الغالي يعني ونور الشاشة يعني من زمانها صراحة صاري فترة ما شفتها يعني وإن شاء الله نكون على قد الثقة والكلمات الطيبة اللي ذكرني فيها أكيد بلا شيء دكتور بالبداية خلنا نتكلم عن اللقب اللقب اللي لقبوك يا الناس شنو الأقرم إلى قلبك المايسترو أم مهندس الكرة الكويتية طبعا كل واحد يمكن يسعد بلقب معين أنا أعتقد يعني الألغاب هذه بعض النقات بعض الناس المحبين بالرياضة يمكن يطلقون الألغاب لكن ممكن تكون صحيح وحيانا ممكن تكون مبالغ فيها لكن بالنسبة لي المايسترو تدري يعني كانوا الصحفيين القدامة مثلا السيد الوهيدي وبعضهم يكتبون كلمة مايسترو كلمة دارجة عندهم لكن يعني الأغلب أن المهندس أو المهندس يعني كألغاب يعني يذكر لكن الألغاب على وجهة نظري ما هي يعني يمكن ذاكي الشيء يزيد أي شخص صحيح طبعا هناك مواصفات معينة دكتور أبيد للاعب خط الوسط من وجهة نظرك شين مواصفات اللعب؟ نعم طبعا خط الوسط مجموعة لاعبين العبون أكي تحتاج اللاعب المهاري اللي يعني وصلك المرمى بسهل الطرق يعني تحتاج اللاعب الهداف خط الوسط تحتاج اللاعب ذو المجهود العالي وقوة البدنية وافتكاك الكرة والدفاع فأعتقد يعني المويزات هذه كلها أي مدرب ناجح متميز يحتاج هذه النوعية من لاعبين لحسب كل مباراة حسب قوة الفريق المنافس فطبعا لاعب خط الوسط هذه المويزات قلنا التسديد المراوقة الكرة البينية الدفاع القوي هذه أشياء كلها مهمة في لاعب خط الوسط بالمميزات دكتور عبيد شميري اليوم النظرة الثاقبة في الباسات يعني تمريرات الحاسمة للمهاجم إشلون ينظر عبيد للمهاجم والله شوف طبعا الحمد لله يعني أنت يعني أنا أعتقد لما أتكلم على جانب اللاعب المهاري مثلا في خط الوسط لازم يكون شوية لاعب يعني عنده نظرة بالنسبة للاعبين زملاء في الملعب بمعنى يعني مثلا ممكن كمثال حمد الصالح على بسويهي مؤيد الحداد لاعبين سراع شو أنت تلعب لهم الكرة البينية في المسافة يعني الفاضية يعني أو الكرة يعني تقدر تقدير حتى شو أن تلعب معها شو أن تكشف التسلم بطريقة معينة عشارة ثانية مع بالك هذه الكرات مهمة جدا هم بعد كثيرا تلعب مع اللاعب اللاعب على العب الهواء شو أن تروف على الكرة فيه لاعب ممكن يكون يحجز زين مثل محمد إبراهيم كمي